أكد وزير الخارجية سمح شكري حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهديئة قبل شهر رمضان حتى يتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية جاء ذلك خلال استقباله كبيرة منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة سيجريت كاغ بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية حيث بحث الجانبان بشكل مستفيد الأوضاع الإنسانية المتردية التي لحقت بكافة المناطق في غزة تحت ممارسات التجويع والسهداف المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية والحصار الإسرائيلي كما شدد شكري على ضرورة عضول بعض المانحين لوكالة أونروا عن قرار تعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزوة الإنسانية بدورها أعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها لدور الهام والمحوري الذي تطلع به مصر منذ بدء الأزمة ترجمة نانسي قنقر